دراسة جديدة واعدة عن النساء المصابات بالعقمة نجح علماء في مستشفى ريكز بالدنمارك في تطوير مبايض صناعية كما نجحوا في تطعيم مجموعة من الخلايا التي نمت إلى بويضات طبيعية كما أكد العلماء نجاحهم في نقل مجموعة من المبايض الصناعية إلى جسم المرأة دون أي مضاعفات جانبية الاكتشاف العلمي قد يكون متاحا خلال ثلاث سنوات فقط وبإمكان النساء التي لا يستطعن الإنجاب الحمل بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى طرق أخرى كالتخصيب والأنبيب كما أكد العلماء أن التقنية الجديدة ستطيل مدة الخصوبة وسنوات الدورة الشهرية وستقضي على العمر الافتراضي لحمل المرأة حسب العلماء فإن التقنية الجديدة ستكون مفيدة للنساء المصابات بالسرطان الذي عادة ما يؤدي علاجه إلى العقمة إضافة إلى النساء التي يعانين من تصلب الأنسجة المتعدد وأمراض الدم آية تائب العربية